اشتركوا في القناة امنية احبطت مخطط الاحتلال لتجنيد عملاء والمتحدث باسمها يقول هذا غيظ من فيض ما لدينا لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي تباشر تحقيقا بممارسات وزارة الامن الداخلي تجاه المحتجين في بورتلاند ومدن اخرى منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمال عدم توافر حل سحري للقضاء على كورونا والولايات المتحدة تتحدث عن تفش غير اعتيادي للوباء داخله نبدأ باخر التطورات من سوريا حيث قالت وكالة سانا ان الدفاعات الجوية السورية تتصدت لاهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي مراسلنا افاد بان الطائرات الاسرائيلية استهدفت بلدة القحطانية في ريف القنيطرة جنوب سوريا مصدر عسكري سوري قال ان المروحيات الاسرائيلية اطلقت رشقات صاروخية على بعض نقاط الجيش السوري وان الاضرار اقتصرت على الماديات الناطق باسم جيش الاحتلال افخاي ادرعي قال في تغريدة على تويتر ان طائرات ومروحيات حربية شنت غارات على اهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا ردا على ما يزعم الاحتلال انها عملية زرع عبوات تم احباطها في الجولان المحتل معنا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر اهلا بك محمد هل من تفاصيل حول هذه الغارات الاسرائيلية مساء الخير محمد العدوان بدأ بالفعل قبل حوالي الساعة والثلاثة من الان نفذته حوامات اسرائيلية من فوق الجزء المحتل من الجولان تحديدا من سفوح تل الفرس هذا التل الذي يحتله الاسرائيليون منذ عام 1967 المصدر العسكري سوري تحدث بالفعل عن رشقات صاروخية واكد ان الاضرار اقتصرت على الماديات طبعا الاهداف هي نقاط للجيش السوري على الحد الامامي عندما نتحدث عن حد الامامي نتحدث عن خط التصل بين الجزء المحتل والجزء المحرر من الجولان في المعلومات ايضا ان الصواريخ استهدفت مناطق بلدة القحطانية تحديدا في القطاع الاوسط من القنيطرة وتقع تماما ملاسقة للمدينة المهدمة وهناك التلول الحمر الشرقي والغربي وهي ايضا في القطاع الاوسط من الجولان سبق هذا العدوان حالة استنفار واضحة في صفوف جنود الاحتلال وكان قد تحدث بالفعل كما ذكرت ادري اماطق بسم الاحتلال وتذرع بان الامر يرتبط بزرع عبوات ناسفة وهو كان يتحدث في الواقع عن حادث جرى مساء امس او بعد منتصف الليلة الماضية ولم يجري عليه تعليق رسمي هنا في سوريا انما فقط اوردته وسائل الاعلام الاسرائيلية طبعا الاعتداء استمر لدقائق معدودة وتوقفت فورا يعني عاد الهدوء الى كل تلك المنطقة مع تأكيد رسمي عسكري سوري ان الاضرار اتصلت على الماديات لتلك النقاط المتقدمة قرب شريط الفصل شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل الميادين من دمشق كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في وثائق بيت العنكبوت الذي بثته الميادين عن عمليتين امنيتين لتجنيد عملاء مزدوجين اضافة الى كشف طرق التواصل بين الاحتلال وعملائه واحباط عمليات تفخيخ لاسلحة خاصة بالمقاومة انجازات امنية جديدة يرى فيها مختصون تطورا كبيرا في اداء المقاومة احمد شلدة ساحة اخرى من ساحات المواجهة تسجل فيها المقاومة الاهدافة في مرمى الاحتلال هذه المرة صراع الادمغة الذي يجري بعيدا عن اصوات الطائرات ودوي المدافع تنجح سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في خرق المنظومة الامنية للاحتلال من خلال وثائقي بيت العنكبوت انا اعتقد ان هذا تطور نوعي لعدة اسباب السبب الاول ان العقيدة الامنية لدى المقاومة لم تكتفي بانها تكون وقائية دفاعية لتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية ولكن باتت ايضا هي هجومية بمعنى اختراق لمنظومات الامن وضباط الشباك كما ظهر بالفيديو بشكل واضح واستطيع ان تسجل نقاط انتصار تم التسليم لضابط الشباك الصاهيوني في وثائقي من 36 دقيقة من الاحداث الامنية كشفت خلاله سرايا القدس عن عمليتين لتجنيد عملاء مزدوجين اضافة الى كشف طرق التواصل بين الاحتلال وعملائه واحباط عمليات تبخيخ الاسلحة الخاصة بالمقاومة هذه رسالة ايضا للعملاء الذين لم يكتشفوا بعد ان مسألة اكتشافك مجرد مسألة وقت والافضل له ان يتقدم لأي جهاز امن من اجهزة المقاومة ويسلم نفسه وسيكون بطلا مثل هؤلاء الابطال المزدوجين الهالة الامنية الكبيرة التي صنعها الاحتلال حول جهاز الشباك باتت مكشوفة فالضربة تلوى الاخرى اسمت في اسقاط اسطورة الاستخبارات الاسرائيلية بل وباتت للمقاومة القدرة على المبادرة في رسائلها واطلاق تحديداتها صفعة جديدة توجه المقاومة الفلسطينية الى المنظومة الامنية الاسرائيلية فما كشف عنه وثائقي بيت العنكبوت يؤكد ان صراع الادمغة ساحة اخرى تحقق فيها المقاومة نجاحات وان الزمن الذي كانت فيه اليد العليا للاحتلال ولا الى غير الرجع احمد شلدان غزة الميادين الناطق العسكري باسم سرايا القدس ابو حمزة قال ان ما تم عرضه في وثائق بيت العنكبوت هو حصيلة سنوات من العمل المتواصل في الخفاء ضد اجهزة الامن الاسرائيلية معتبرا انه غيظ من فيضي مما سمحت قيادة السرايا بنشره وفي تغريدة على تويتر قال ان تكامل العمل بين وحدات السرايا ادى الى انتاج منظومة امنية افشلت المخططات الاسرائيلية والى احباط العديد من محاولات الاختيال مضيفا ان الجهود الاستخبارية لجهاز امن السرايا هدفها الاساسي تحصين الجبهة الداخلية للمقاومة وحماية مقدراتها دع المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم الى تكثيف الجهود لاستصدار قرارات رادعة لاسرائيل بعد اقرارها بناء الف وحدة استيطانية في القدس المحتلة برهوم حذر من خطورة السياسات الاسرائيلية المدعومة امريكيا على الشعب الفلسطيني وحقوقه مشددا على مواجهة الاحتلال وقطع الطريق امام عودة المفاوضات او التنسيق الامني وصولا الى ايجاد حالة اشتباك شاملة بكل اشكال النضال والكفاح والمقاومة وبالتزامن مع التوسع الاستيطاني الجديد نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو حديثه عن ان خطة الضم لا تزال مطروحة لدى الادارة الامريكية ونقلت عن نتنياهو قوله في القسم المغلق من جلسة كتلة الليكود ان فرض السيادة لا يزال مطروحا في واشنطن وان امكانية حدوثه لا تزال قائمة على حد قوله على صعيد اخر تسلمت واشنطن بطاريتين من القبة الحديدية عبر طائرة شحن امريكية ضخمة حطت في مطار بنغوريون المراسل العسكري للقناة الاسرائيلية الثانية عشرة تحدث عن هبوط للطائرة كان في جزء منه سريا كما اتسم تفريغها وتحميل القبة عليها بجانب من السرية المراسل اشار الى عدم القدرة على تصوير التفريغ ووجود عدد كبير وسري من الشاحنات التي نصبت منظومة القبة الحديدية عليها قبل نقلها بالطائرة هذه التطورات كلها تأتي في وقت اشعلت فيه التظاهرات المستمرة ضد نتنياهو السجال بينه وبين شريكه الائتلافي بني جانت ما يشير الى اتساع الهوة بينهما فيما يرى مراقبون في التظاهرات انقلابا على سلطة رئيس الحكومة الاسرائيلية تقرير منال اسماعيل مواجهة علنية اخرى بين قطبي الحكومة الاسرائيلية الرئيسيين بن يمين نتنياهو وبيني جانتس على خلفية التظاهرات الحاشدة امام منزل نتنياهو المستمرة للأسبوع السادس على التوالي التي بلغت ذرواتها بمشاركة نحو 15 الف متظاهر نحن كسلطة فانه ملقى على عاتقنا مسئولية السماح بقيام تظاهرات والدفاع عن المتظاهرين الذين للأسف هجموا في نقاط متعددة بني لم اكن اعتزم الحديث عن التظاهرات ولكن لانك تطلقت اليها فساقول بعض الامور باسم الديمقراطية ارى محاولة لدوس الديمقراطية هناك تشويه لجميع القواعد في هذه التظاهرات انها حاضنة للكورونا ولم يحاول احد الحد من ذلك السجال العلني بين نتنياهو وغانس على خلفية التظاهرات ليس الاول بينهما وهو يشير الى عمق الفجوة بين حزبي الليكود وازرق ابيض ولسيما في مخص المعركة السياسية بينهما بشأن الميزانية العامة مسألة اخرى وربما اساسية تؤجج المواجهة بين نتنياهو وغانس وهي مسألة الميزانية ففيما يقول نتنياهو انه ليس هناك سبب لاستقاط الحكومة وانه يجب تمرير موازنة لسنتين فان شريكه في الوحدة بليغانس الذي قدر كثيرون انه سيتنظر عن طلبه بموازنة لسنة واحدة ويذهب الى تسوية لا يزال صامدا ولا تظهر عليه اشارات الانكسار امام نتنياهو وعلى وقع استمرار التظاهرات ومطالبة خصومه اياهو بالاستقالة صب نتنياهو جام غضبه على وسائل الاعلام الاسرائيلية واتهمها بالتحريد عليه ادين احادية الجانب لمعظم وسائل الاعلام هم لا يعدون تقارير عن التظاهرات بل يشاركون فيها ويؤججونها في المقابل رأى مؤيد نتنياهو ان ما يحدث هو انقلاب بالوان الثورة ووفقا لهم فان الاحتجاج انتهى ويجري الحديث الان عن دمار اجتماعي منظم كشفت وسائل اعلام اسرائيلية ان 28% من الاسرائيليين اي نحو اكثر من مليوني اسرائيلي غير محصنين في حال وقوع هجوم صاروخي مكثف على المستوطنات وبحسب تقرير ما يسمى مراقبة دولة الاسرائيلي فان خطة اخلاء السكان ترتكز على مبادئ اساسية خاطئة فيما لا تتطرق الخطة البديلة الى اخلاء مستوطنات الحدود الشمالية والمدن الكبرى مشيرا الى ان المنشآت الحساسة معرضة للتهديد الجوي واسع النطاق عين السفير اللبناني شرب الوهبة وزيرا للخارجية بعد استقالة الوزير ناصيف حتي الرئيس ميشيل عون ورئيس الحكومة حسن دياب وقع مرسوم قبول استقالة حتي ومرسوم تعيين وهبة خلفا له خلال اجتماع بينهما في القصر الجمهوري بناء على المرسوم رأم 6749 تاريخ 38-2020 المتضمن قبول استقالة وزير الخارجية والمختاربين نصيف حتي من الحكومة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يأتي المادة الاولى عين السيد شرب الوهبة وزيرا للخارجية والمختاربين المادة الثانية ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره انني وبعد التفكير ومصارحة الذات ولتعذر اداء مهماتي في هذه الظروف التاريخية المصرية وفي غياب ايرادة فاعلة لتحقيق الاصلاح الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعون اليه المجتمع الدولي قررت الاستقالة هي الاسباب الموجبة التي ذكرها وزير الخارجية اللبناني المستقيل نصيف حتيه استقالة جاءت في توقيت دقيق يمر به لبنان استقالته ستكون حالة عارضة لان الحكومة حقيقة باقية والطبقة السياسية التي انتجت هذه الحكومة ما زالت على اسرارها وتمسكها بهذه الحكومة وبالتالي هي مستعدة لفعل اي شيء يؤكد بان هذه الحكومة باقية ومستمرة حتى هو الوزير الاول الذي يستقيل من حكومة لبنانية منذ نحو عشر سنوات الاستقالة لن تؤثر على استمرارية حكومة حسان دياب وان كانت المعارضة تدفع باتجاه رحيل الحكومة وكذلك لم يخفي المسؤولين الامريكيين امتعاضهم من حكومة دياب التي يعتبرونها مقربة من حزب الله الفرنسيون ليسوا بحاجة الى الضغط على وزير ليستقيل خصوصا مثلما قلت ان هذه الاستقالة لن تؤثر على مصير الحكومة واتمنى ان يستفيد المسؤولون اي رئيس الجمهورية والقوى السياسية الحليفة له من هذه الاستقالة لا لتعيين وزير خارجية بديل انما للبحث عن حكومة بديلة لبنان الذي يعيش حصارا خارجيا غير مسبوق منذ تأسيسه قبل مائة عام سيواجه التحديات بحسب ما اكده رئيس الحكومة وقبله مسؤولون في اكثر من موقع بانتظار جلاء الغبار الاقليمي والدولي ومع عرفة ما يضمره بعض الاصدقاء القدامى لبيروت ترسم استقالة وزير الخارجية نصيف حتي الكثير من التساؤلات في بيروت وسط اشتداد الحصار الخارجي على حكومة حسان الدياب ودعوات امريكية لتغيير حكومة بيد ان هذه الاستقالة لا تشي بتغيير حكومي شامل حتى الان عبدالصباغ من وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت الميادين وزير الخارجية اللبنانية الجديد شرب الوهبة قال في اول تصريحاته ان سوريا بلد شقيق وان الزيارات تأتي بناء على توافق مجلس الوزراء مشددا على ضرورة التعاون في موضوع النازحين وبأعلن في تصريح لقناة او تي في اللبنانية ان نظيره الكويتي ابلغه انه سيوجه دعوة له لزيارة الكويت واكد احترامه للسعودية ولكل الدول العربية مشددا على انه سيزور المملكة عندما تتاح الفرصة اتفاق بين شركة النفط ديلتا كريسانت انيرجي الامريكية وقوات سوريا الديمقراطية على تطوير حقول النفطية السورية شرقية الفرات واقامة مصفاتي تكرير الاتفاق الذي عدته الحكومة السورية باطلا وملغى يشجع القوى الكردية على الابتعاد عن دمشق تقرير محمد الخضر في الشكل هو اتفاق اقتصادي تدعم واشنطن من خلاله قوات سوريا الديمقراطية قصد لاستثمار النفط السوري وفي المضمون خطوة امريكية كبيرة تخرق السيادة الوطنية وتسرق ثروات سوريا النفطية وتظهر درجة اخرى في التعامل مع قوى نشأت بفعل الواقع بعيدا عن موافقة الحكومة السورية التعبير القانوني هو عبارة سرقة لموارد لا يملك اي حق او اي طرف تصر بها باستثناء الحكومة السورية وملك الدولة السورية فقط كمالك شرعي لكافة الموارد الطبيعية ما تحت الارض مع الارض ما فوقها الاتفاق بين قصد وشركة دلتا كريسينت انيرجي الامريكية اعلنه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الذي كان اقنع ترامب العام الماضي بالابقاء على قوات امريكية شرقية الفرات معلومات تشير الى تضمن الاتفاق تاهيل حقول النفطية في الميلان واقامة مصفاتين نفط متنقلتين بطاقة عشرين الف برميل يوميا سيتم استخدام هذه الموارد بما في البنية التحتية الموجودة التابعة لشركة السورية للنفط واستحواز على المصادر وحرمان الدولة السورية من عوائد النفط اللي كانت استحوزها بالسابق الاتفاق وصفته دمشق بالسرقة الموصوفة وبأنه محاولة لإعاقة جهود الدولة لإعادة الإعمار ذلك أنه يكمل حلقات ضغط أمريكية متزايدة على السوريين بدأت باحتلال حقول النفط ومنطقة التنف وبلغت ذروتها بقانون قيصر لم يتدخل الأمريكيون في قطاع النفط السوري المتواضع الانتاجي نسبيا دعما للقوى الكردية كما هو ظاهر بل ثمت أسباب أخرى أكثر وضوحا بمواصلة ضغوط على دمشق تحقيقا لأهداف سياسية عبر استخدام قصد لتحقيق تلك الأهداف محمد الخضر دمشق الميادين إلى ذلك قال وزيره الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف إن رعاية واشنطن لاتفاق باطل بين شركة أمريكية نفطية مع قصد نهج لا يمارسه سوى ناهبي ثروات الشعوب وأعدائها شرف شبه ما يجري في سوريا بجرم السرقة والنهب الذي يسود منذ سنوات لنفط اليمن وغازه على يد السعودية والإمارات مضيفا أن أي ترتيبات للحل السياسي السلمي في اليمن لن تتجاهل فتح ملفات أعمال السرقة والفساد لا يمكن المرور ببساطة أمام اجتماع الوزيرين الإيراني محمد جواد ضريف والإماراتي عبدالله بن زايد عبر الفيديو كونفرانس فبين البلدين علاقة تصاعد التوتر فيها خلال الأعوام الماضية وتحديدا مع أبو ظبي التي تقود السياسة الخارجية للإمارات تقرير هبا محمود عام بالتمام والكمال مضى على زيارة وفد إماراتي إيران حين ذاك لاحق الزيارة كثير من التحليل بشأن تغير محتمل في سياسة أبو ظبي تجاه طهران ولا سيما أنها سبقت برفض إماراتي لاتهام إيران بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء الفجير الإماراتي مضت الشهور ولم تثمر بذرة اللقاء عن أي تقارب دبلوماسيا خلال عام 2019 إلى أن عادت المؤشرات للبزوغ بعد إرسال الإمارات مساعدات طبية لإيران في جائحة كورونا ومع تكرار المحادثات الهاتفية بين وزيري خارجية البلدين التي لا يمكن النظر إليها من جانب دبلوماسيا فقط نظرا للعلاقات الشائكة بين البلدين إذ قد تكون حجر أساس لإستراتيجية جديدة إذا جرى النظر إليها في عيون متفائلة أو ربما لتكتيك إماراتي جديد بعيون أقل تفاؤلا الإمارات الساعية للعب دور إقليمي أكبر تعلم أنها لا تستطيع معادة قوتين إقليميتين كبريين وبالمفاضلة فإنها ستختار جارتها الشمالية إيران على خصمها تركيا الإشكالية الأكبر أمام تحسن العلاقات هي قضية اليمن وتحالف أبوظبي مع واشنطن الذي يثير قلق تهران بالشدة عاد عن الاختلاف الجوهري والجذري في مسألة المقاومة والتطبيع مع إسرائيل في المقابل هناك عوامل تجعل العلاقة بين أبوظبي وتهران تسير في اتجاه أفضل كالاقتصادي والتحسن تجاه سوريا تطرق أبوظبي البابة أمام القنوات الدبلوماسية تستقبلها إيران بترحيب مع نظرة حذر وريبة فظلال الشك تلحق نوايا أبوظبي إذ أن تصريح ضريف عن المكائد التي يحوكها فريق الباءات الأربعة نيتنياهو وبولتن وابن سلمان وابن زايد لا يزال يرن في الآذان هو اتهمهم سابقا بقرع طبول الحرب ولإزالة صوتها لابد إذن من أكثر من رنة هاتف أو اتصال إلى الولايات المتحدة حيث باشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في النشاطات الاستخبارية لمكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي بحق المحتجين في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون وغيرها من المدن الأمريكية الأخرى اللجنة أعربت عن قلقها الشديد إزاء الرقابة على المتظاهرين السلميين وكتابة تقارير استخبارية عنهم وعن الصحافيين ونشرها والاستغلال المحتمل للأجهزة الإلكترونية وأضافت أن هذا الأمر يستدعي المحاسبة وعدم السماح بحدوثه مرة أخرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم إغلاق تطبيق تيك توك الصيني منتصف الشهر المقبل إذا لم تشتره شركة مايكروسوفت وقال ترامب أن الأمر سيكون أسهل إذا اشترت مايكروسوفت كل التطبيق بدلا من ثلاثين بالمائة منه وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت أنها تعارض بشدة حضر واشنطن للتطبيق الصيني متهمة الولايات المتحدة بتمديد مفهوم الأمن القومي من دون أي دليل حذرت منظمة وصحة العالمية من احتمالي أن لا يكون هناك حل سحري للقضاء على فيروس كورونا بدورهم قال خبراء في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفشي الفيروس حيث تنتشر العدوى على نحو غير اعتيادي اختراق وإنجاز هائل في الصراع ضد فيروس كورونا حدث عبر توصل باحثين ألمان وهولنديين إلى تحديد نقطة ضعف جديدة للفيروس من خلال اكتشاف البروتين الذي يعتمد عليه لتعطيل المناعة الفطرية وتعزيز تكاثره فيما أعلنت روسيا أنها ستنتج ملايين الجروعات من لقاح كورونا شهريا بحلول العام 2021 اكتشافات تمثل بارقة أمل للشعوب بعدما نهز إجمالي عدد الإصابات بالفيروس الثمانية عشر مليون إصابة فيما سجلت مليون إصابة جديدة فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وتؤكد الإحصائية أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة في العالم مسجلة أكثر من مائة وخمسة وخمسين ألف حالة وفاة وأكثر من أربعة ملايين حالة إصابة وفي السياق حذرت رئيسة خلية الأزمة المعنية بمكافحة الفيروس في البيت الأبيض من أن البلادها دخلت مرحلة جديدة وخطيرة حيث باتت المناطق الريفية مهددة كما المدن الكبرى وأوضحت الإحصائية أن البرازيل تأتي في المركز الثاني وأن الهينت حلت ثالثة فيما جاءت روسيا في المركز الرابع هذا وتجاوز عدد الإصابات نصف مليون في جنوب أفريقيا حيث أصبحت بؤرة فايروس كورونا بعد تسجيلها أكثر من خمسمائة ألف إصابة مؤكدة وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الجائحة ستكون طويلة الأمد وحثت على دعم الدول في الاستعداد لمرحلة طرح علاجات ولقاحات للوباء وتوضيح آلية عمل الفيروس ولسيما سبل انتقال العدوى والتحولات المحتملة للفيروس والمناعة والوقاية قبل الختام نذكر بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عنوين الدفاعات الجوية والسورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف القنيطرة بيت العنكبوت سرايا القدس تكشف عن عملية أمنية أحبطت مخطط الاحتلال لتجنيد عملاء والمتحدث باسمها يقول هذا غيظ من فيض ما لدينا لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تباشر تحقيقا بممارسات وزارة الأمن الداخلي تجاه المحتجين في بورتلاند ومدن أخرى وتابعنا منظمة وصحة العالمية تحذر من احتمال عدم توافر حل سحري للقضاء على كورونا والولايات المتحدة تتحدث عن تفش غير اعتيادي للوباء داخلها الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية للمزيد من الأخبار والتفاصيل شكرا جزيلا للمتابعة وفي أمان الله 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 شكرا